انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 7,992 طالب وطالبة منهم 288,897 طالب وطالبة بالشعبة الادبية و 338,882 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم و 100,213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث ادى الطلاب لامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في مدتي التربية الدينية والتربية الوطنية